في اليمن ظهر الفساد في البر والبحر وفق التقارير الدولية والمحلية بل امتد ليطال الجو حيث يشكل مواطنون من احتكار طيران اليمنية للرحلات الجوية دون افساح المجال امام شركات اخرى للتنافس من اجل تقديم خدمات مميزة وباسعار مناسبة ضمن واقع جعل سعر التذكير يتضاعف اضعاف مضاعفة ليتجاوز السبعمائة دولار كاغلى تسعيرة في العالم اتكلم مع واحد صديقي في معرض دبي يقول لي لا القاهرة ولا دبي وصلت بكامل قلت تقريبا خرجت علي الف دولار قل لي الف دولار باقي من داخل امريكا لا داخل لا دبي بالالف الدولار اول بلد في العالم ان الطيران واحد محتكر الطيران يعني التنافس لا بد منه كل ما كان فيه تنافس حتى اليمنية بعدين ما تبدأ تشتغل ما تبدأ تنقص من اسعارها ما تبدأ تعطي عروض البعض عنده احالة مرض كامرض السرطان والامرض والاوبياة هذه فيحاول ان يشل معهم رافق ما يستطيعش والاسباب يريع عليك انه ما فيش تقدير الامكانات ما تسمحش يعني تذاكر سفر او علاق في برع المستفرون على متن طيران اليمنية ومعظمهم يغادرون للعلاج يشكون التلاعب بمواعيد رحلاتهم ما قد يؤدي الى تفاقم معاناتهم الصحية ودون تعويضهم جراء تأخير وتأجيل سفرهم لايام وما يترتب عليه من نفقات اضافية واعباء نتيجة المكوث في مدينتي عدن او سيئون في المقابل يتم فرض رسوم باهظة على الراغبين بتأجيل رحلاتهم او اضافة مسافرين جدد والله انا جيت ابس على سمعي مرجع من مصر وعلى سمع نجي يوم الحد ويجينا يوم الحد قالوا تعال الصباح ويجينا الصباح وزي ما شفتوا الآن وقلنا تعال العصر احنا نعاني انا مثلا سافرت ثلاث اربع مرات القاهرة خلال عامين وقلت انه في مشاكل في الطيران اليمني الان يقول لك التذكرة بستمائة وخمسين دولار يعني ما يعادل حوالي سبعمائة وخمسين الف طيب اذا كانت تشتي باليمني نقول لك تعال بعد ثلاثة شهور او اربعة شهور نحن الآن ما نقطع باليمني وفي مقابل الاموال الضخمة التي يجنيها طيران اليمنية الناقل الحصري للمواطن اليمني فان اسطوله المكوم من طائرات لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة لم يشهد اي اهتمام من قبل القائمين بشراء طائرات على طراز عال حتى الطائرة التي تم اضافتها للاسطول مؤخرا هبطت الطراريا الشهر الجاري مرتين احداها الرحلة التي حملت رقم ستمائة وثلاثة ضمن مؤشر على تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي وفق مصادر صحفية لدينا شركة طيران واحدة وهي اليمنية تمتلك طائرتين وغير محلات للرحلات المستمرة من اليمن الى خارق البلاد انا على ما اشوف اغلة الذاكر في اليمنية اغلة الذاكر في العالم وبس يعني ما تقدرش ان تستطيع اي مسألة ولا تقدرش اي شيء بالغلال فاحش الان الموجود في البلاد وقال له خدمات الخدمات ذي ضائعة من اساسه فين الخدمات وين موجودة الخدمات المواطن اليمني الذي يشهد تعاطف العالم باسره باعتباره يعاني الازمة الانسانية الاسوأ في العالم منذ سبع سنوات يظل ضحية فساد اطراف الصراع التي تستثمر في معاناته وتقدم له الاحتياجات الاساسية بما يفوق الاسعار العالمية باضعاف مضاعفة ومن ذلك تذاكر الطيران التي اصبحت لمن استطاع اليها سبيلا في ظل الاحتكار وعدم افساح المجال امام الشركات الاخرى لتقد المعانا قدر اليمني في الداخل ومن يفكر بالسفر الى الخارج اشتركوا في القناة